هيا بتشبه نباتات في بعض الخصائص من هاي الخصائص انه تحتوي خلايا كل منهما على جدار خلوي تمام يعني الفطريات فيها جدار خلوي والنباتات فيها جدار خلوي لكن تركيب الجدار خلوي تبع الفطريات بيختلف عن تركيب جدار خلوي تبع النباتات كلاهما الفطريات والنباتات احنا منذ ان معظمها هو ما ستتجدن ايب كافت ايضا ايب كافت ليس قد بيكات جميعه كما دسمها ان المستج تع �م نباتات كما اتسجد و فى называется there's a- there's more تمام شو هو الاختلاف؟ بحكي لنا بتختلف في أشكالها وأحجامها وألوانها يعني فعليا الفطريات بتختلف عن النباتات في الأشكال في الأحجام في الألوان فهذا الاختلاف بينها وبين النباتات فأوجه التشابه بين الفطريات والنباتات تحتوي خلايا كل منها على جدار خلوي بس تركيب جدار خلوي تبع خلايا الفطريات بيختلف عن خلايا الجدار خلوي تبع النباتات وايضا بتعيش في كل الوقات زيها زي النباتات بس الاختلاف بينهم انه بيختلفوا بالاشكال بين الوان والاحجام طيب تمام